ملامح العيد أثرت على بعض المحافظات بالتالي محافظة السليمانية أيضا أثرت في ملامح العيد خلينا نشوف هذا التقرير مع أحمد جاسم بعد راجعين عادات وتقاليد العيد من شراء الملابس الجديدة والتغييرات البسيطة في المنزل وتحضير أنواع الحلويات المختصة بأيام العيد تكاد تكون متشابهة في محافظة العراق كافة ففي محافظة السليمانية تكون وجبة الفطور الصباحي لليوم الأول من العيد مختلفة وذات نكهة خاصة ويجب أن تكون دسمة تحتوي على أنواع كثيرة من الرز واللحوم والمرق بالنسبة لمدينة سليمانية في أول يوم العيد نقوم بإعداد وليمة غذائية متكونة من عدة صنوف منها التمن الكردي وأنواع من المرق كالفاصولية والقيسي مع الدجاج أو علشيش والبعض يفضل لحم البط أو الوز ويعتبر مرق القيسي ضيف دائم طوال أيام العيد بعد ذلك نقوم بتحضير الكرزات والحلويات التي تقدم بعد وجبة الإفطار للضيوف القادمين لتبادل التهاني والتبركات بمناسبة العيد فرحة قدوم العيد هذه السنة تختلف اختلافا كبيرا عن فرحة العيد في الأعوام السابقة بسبب تأخيرات الوضع الراهن وتداعياته على العيد التي تجعل فرحته ليست كالسابق لما تمر به المنطقة والعالم من أحداث بسبب ظهور فيروس كورونا حيث سابقا كنا نشاهد الأسواق والمحالة التجارية تختص بالمتبضعين لأشياء العيد أما في الوقت الحاضر فقد قل ارتياد المواطنين لهذه الأسواق تختلف بصراحة تختلف اللعيات كلش قبل كان يعني اللعيات متلمين وناس فرحانين لأنه كان كلش متوفر بس هسا مع الأسف مو متلق قبل وإن شاء الله نتمنى من هذه الأيام اللي راح له إن شاء الله ترجع العراقين بصورة عامة وترجع كما كان إن شاء الله في المناسبات نحب أن نرتدي الزي الكردي وخصوصا في الأعياد الدينية والوطنية لأنها جميلة وذات ألوان زاهية تعكس لون طبيعة كردستان لذلك كل بيوتات السليمانية تجد أغلب العائلات الصغير والكبير المرأة الرجل يرتدون ملابسهم الكردية واكسسواراتها ليكونوا بأبهى حلة طقوس العيد عادات وتقاليد تربينا عليها أثر فيها الوضع الراهن لكنها ما تزال حاضرة في حياتنا لأنها من مكملات فرحة العيد لبرنامج صباح العيد أحمد جاسم السليمانية